بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في الآيات السابقة الله تبارك وتعالى بين المقوم الأول للحضارة الإسلامية وهو القبلة وفي هذه الآيات الله تبارك وتعالى يبين المقوم الثاني وهو نعمة الرسالة وقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لهذه الأمة فالأمة بحاجة إلى رمز وقائد فيقول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم قد أتممنا عليكم النعمة بالقبلة الجديدة كما أنعمنا عليكم قبل ذلك بنعمة عظمى فأرسلنا فيكم أيها المسلمون رسولا جديدا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وهذا الرسول منكم لا من غيركم كاليهود فاخترتكم لأن تكون رسالتي بيد واحد منكم ولا يخفى أن الرسالة عامة لجميع الناس في جميع الأقطار لكن الله تبارك وتعالى شرف العرب بأن جعل هذا الرسول منهم وفي منطقتهم ولم يجعله من سائر الأقوام وهذا شرف عظيم بشرط أن يراعوا حقه ويشكر الله تبارك وتعالى لأجله فالقبلة في بلدكم والرسول منكم ولم يكن هذا الاختيار اعتباطا بل لحكمة ومصلحة وربما من المصالح أنها استجابة لدعاء النبي إبراهيم وتعويض عما لاقاه من الظلمة فاضطر إلى الهجرة وسكون ذريته في أقسى المناطق من حيث الحرارة والماء والكلة والله سبحانه وتعالى شكور شكر لإبراهيم هذا الجهد فجعل خاتم الأنبياء من ذريته وهناك أسباب أخرى الذي يريد التفصيل يراجع كتاب التفكر في القرآن المجلد الثاني صفحة 150 ما هي مواصفات هذا الرسول؟ هناك مجموعة من المواصفات تذكر في هذه الآية أولا يتلو عليكم آياتنا يعني يقرأ عليكم الآيات النازلة في القرآن الكريم ثانيا ويزكيكم يطهركم من أدناس الجاهلية وأدران العقيدة ومبقات الاجتماعات والقدارات الخلقية والنجاسات البدنية وثالثا ويعلمكم الكتاب وهو القرآن طبعا التعليم غير التلاوة ربما الإنسان يتلو أو يستمع ولكنه غير معلم بالإضافة إلى أن التعليم فيه معنى التركيز والتثبيت والفهم ورابعا والحكمة يعني يعلمكم الحكمة ويرشدكم بمواضع الأشياء ومواقع الخطأ والصواب ومن مصاديق الحكمة الشريعة وخامسا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه بصورة عامة يعلمكم الأمور التي لم تذكر في ظاهر الكتاب فيشمل القصص والتواريخ المفيدة وأحوال الأنبياء والأمم السابقة وأخبار السماء والأرض وأحوال المعاد وما ينفعهم في دينهم ودنياهم كل ذلك في طريق هدايتكم وسعادتكم وللقضايا على الجهل الذي هو سبب التخلف في الدنيا والشقائف الآخرة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وحيف أنعمت عليكم فاذكروني أكون في ذكركم دائما وينتج من هذا الذكر الخشية والطاعة والعبادة وتنفيذ الأوامر فإذا ذكرتموني أذكركم يعني أزيدكم نعما في الدنيا والآخرة فتسعدون في الدنيا وتنعمون بثواب الله في الآخرة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال سبحانه فاذكروني أذكركم يعني أذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان وفي دعاء الإمام السجاد عليه السلام إلهي أنت قلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليها أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين قال الإمام الباقر عليه السلام تسبيح فاطمة الزهراء من ذكر الله الكثير الذي قال أذكروني أذكركم وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الملكة ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم فاعملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله فإن الله قال أذكروني أذكركم وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته واشكروا لي بإظهار النعمة والحمد عليها وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام شكر كل نعمة الورع عما حرم الله إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به وفي الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام من قال الحمد لله فقد أدى شكر كل نعم الله تعالى ولا تكفرون كفرا في الاعتقاد أو كفرا في العمل بالعصيان وجحد النعم وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين